السلام عليكم عندما كنت طالبا في الكلية في نهاية السبعينات كان أحد أساتذتي الرائعين في درس الميكانيك هو الأستاذ كراكين خريج الولايات المتحدة وقد عمل في صيانة شركة جنرال موتورز للسيارات أخبرني ذات يوم بأنه كان يحلم بصناعة طائرة شخصية صغيرة بحجم كرسي تستخدم للخدمة السريعة لنقل المواد المهمة أو لرش المبيدات الزراعية أو لنثر البذور أو لعمليات التصوير وقد نجح فعلا بوضع تصاميم ومخططات لها باستخدام محرك سيارة فولكس واقن صغيرة خفيفة الوزن الشهيرة بالخنفسة وقدم طلبا للسلطات لإنتاج نموذج أولي لكن طلبه رفض بشدة ومنع من العمل فيه تذكرت هذه القصة وأنا أبحث في موضوع إنتاج فيديو عن نجاح أول طائرة درون بدون طيار قادرة على نقل أشخاص تابعوني بعد الفاصل وأرجو منكم دعم القناة بالاشتراك فيها والتفاعل معها لكي يستمر بتقديم ما هو مفيد لحضراتكم كشفت شركة إيهانج الصينية الشركة العالمية الرائدة في مجال تقنيات المركبات الجوية غير المأهولة عن لقطات لأحدث الرحلات التجريبية لطائرة الركاب المستقلة ذاتية التحليق سلسلة إيهانج 184 هي أول طائرات بدون طيار لركاب في العالم قادرة على حمل شخص واحد بسرعة تصل إلى 130 كم في الساعة هذه الرحلات التجريبية المأهولة هي فقط الأحدث في سلسلة من الاختبارات للتأكد من أن هذه الطائرات ستكون آمنة وجاهزة للاستخدام في المستقبل القريب جداً من بين 40 راكباً ممن ساعدوا في مرحلة الاختبارات الحاسمة هذه كان نائب عمدة المدينة وكذلك مؤسس شركة إيهان وأيضاً مديرها التنفيذي فإجراء رحلات تجريبية مأهولة من قبل هؤلاء الأشخاص سيمكنهم أكثر من إثبات سلامة واستقرار طائراتهم أنا فعلاً متحمس لمعرفة ما يخبئه المستقبل فيما يتعلق بالنقل الجوي الشخصي منذ ذلك الحين أكثر من 150 مهندس وتقني أجروا الآلاف من الرحلات التجريبية عليها بما في ذلك اختبار تسلق عمودي يصل إلى 300 متر ورحلة تجريبية بحمولة من 230 كيلورام ورحلة تجريبية موجهة تغطي 15 كيلومتراً مع اختبار ملاحة عالي السرعة وصل إلى 130 كيلومتراً في الساعة تم تطوير واختبار تكنولوجيا المركبات الجوية حتى وصلت إلى مرحلة الطيران التجريبي للطائرة ولقد كان فعلاً نجاحاً كبيراً على الرغم من كل هذا النجاح ستبقى إيهانج 184 خاضعة لمزيد من التحسينات وسيتم التركيز بشكل أكبر على تطوير تجربة الركاب وعلى إضافة التحكم اليدوي الاختياري مما يمنح الركاب ذوي الخبرة في القيادة خيار تشغيل الطيارة يدوياً بالإضافة إلى ذلك قامت الشركة بالفعل بتطوير واختبار موديل بمقعدين مع حمولة تصل إلى 120 كيلوكراً السؤال هو متى ستكون طائرات الركاب الشخصية هذه جاهزة للاستخدام العام هذه عملية تجري خطوة بخطوة حيث توجد خريطة طريق عندما يتعلق الأمر بتطوير وتطبيق أي تقنية تحويلية يكون للابتكار التكنولوجي تأثير أولاً ثم يتم إنشاء السياسات ذات الصلة وتطويرها من أجل السلامة والكفاءة في عام 2017 حصلت إيهانج على شهادة الآيزو وهو نظام إدارة جودة معتمدة على نطاق واسع ومعيار من قبل صناعة الطيران الدولية وحصلت على تصريح طيران خاص للمركبات الجوية المدنية الصادر عن إدارة الطيران المدني في الصين بالإضافة إلى ذلك تعمل الشركة على وضع معايير صلاحية للطيران للمركبات التحويلية كممثل رئيسي للصناعة من قبل لجنة خبراء تقنيين مما يجعل سياسات ومعايير الصناعة محسنة ومنهجية ودافعة لتطوير الصناعة إلى الأمام إذا أعجبكم الفيديو أرجو مشاركته وأرجو منكم دعم القناة لكي أستمر بتقديم المفيد والجديد تحياتي لكم